بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها المسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة الكرام في كل مكان لماذا لم يستجب الله دعاء المسلمين الداعين لريان هذا سؤال في أذهان كثير من المسلمين كلهم يقول قد دعا عشرات الملايين من المسلمين فلماذا لم يستجب الله دعاءهم وقد وعد الله جل وعلا باستجابة الدعاء وكذلك أحسن الظن بالله فلماذا لم ينج ريان أحبة الكرام جوابا على هذا الإشكال وإزالة لهذا الشك والأوهام أقول أولا قد استجاب الله دعاءنا بفضله ومنه وكرمه بأن أخرجه من البئر واستجاب الله دعاءنا بخروج المنقذين له سالمين ولو لم يستجب الله سبحانه وتعالى دعاءنا لانهار التراب وانهار البئر على الطفل وعلى المنقذين له ولنزل الطفل إلى قاع البئر بعمق ستين متراه ولما استطاعوا إخراجه ولاختلط العظم واللحم بالتراب ولصارت المصيبة مصائب والكارثة كوارث فهذا القدر من دعائنا قد استجاب الله لنا فيه وهذا يستوجب الشكر أما بقاؤه حيا فهذا الجزء مفروغ منه لأن عمر الإنسان محدود وأجله محتوم لا يتقدم ولا يتأخر كما قال تعالى ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون لذا فغير معقول أن يقول أحدنا قد دعوت الله ألا يموت فلان ولكن مع هذا أماته الله ولم يستجب لدعائنا ولما قالت أم حبيبة اللهم بارك لي في زوجي رسول الله وأبي بكر وأبي أبي سفيان وأخي معاوية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله عن آجال مضروبة وآثار مبلوغة إذن القدر بالأجل لا يتقدم ولا يتأخر ثالثا ولم يبقه الله حيا لأنه ربما صار بقاؤه فتنة له أو لوالديه والدليل على هذا قصة الغلام الذي قتله الخضر وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طبيانا وكفرا وموته خير له ولوالديه أما له فلأنه أخرجه الله سبحانه وتعالى من باطن الأرض إلى جنة عرضها السماوات والأرض وأما خيريته لوالديه لأنه صار حجابا لهما من النار وصار سببا في دخولهما الجنة إن شاء الله كما في الحديث إذا مات ولد العبدي قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد رابعا لم يبقه حيا حياة دنيوية مليئة بالنكد والحزن والألم والخوف لأن الله تعالى اختار له الحياة الأخروية الأبدية المليئة بالشرور والحبور والسعادة والراحة والأمن والطمأنين وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون خامسا ولم يبقه حيا لأنه من يدري لعله لو بقي حيا لبقي مشلولا متألما ناقصا طوال حياته سادسا ولم يبقه حيا لكي نتيقن بأننا ضعفاء وأمام إرادة الله وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لذا فإن البشرية كلها بتقنياتهم وبخبراتهم لو اجتمعوا على أن ينفعوا شخصا لن ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له وقد كتب الله لريان الخروج ولكن لم يكتب له العيش سابعا وليعلم الجميع أننا بحاجة إلى تطوير الخدمات الإنقاذية لمثل هذه الحالات ثامنا وليعلم الجميع عظمة الله وقدرته ورحمته ورأفته فقد أبقاه الله حيا رغم كونه وحيدا في الجب بدون أهل وهواء وبدون طعام وشراء وبدون الرعاية الطبية والحماية الحكومية ولكن بعدما خرج إلى يد أهله وأحبابه لم يبق حيا رغم الرعاية الطبية والعناية الحكومية تاسعا وليعلم الجميع أن الموت والحياة بيد الله وخير مثال على هذا هو أن الله أبقى يوسف حيا في البئر مع أن كل من حوله كان عدوا له وأرادوا موته ولكن ريان أماته الله مع أن كل من كان حوله كان حبيبا له وأرادوا حياته عشرا وليتنبه جميع الآباء والأمهات لأطفالهم أكثر والحادي عشر ليعلم الجميع أن الله تعالى أعلم وأحكم وأرحم بريان منا ومن والديه أيضا فلو علم الله في بقائه خيرا لأبقاه والله والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها فأحسنوا الظن بربكم واعلموا أن الله تعالى له الحكمة البالغة وهو يعلم أننا لا نعلم فرضوا بما قدر الله وقضى من وفاة ابننا جميعا ريان فإنا لله وإنا إليه راجعون ونحن كلنا ملك لله وعبيده يحيي منا من يشاء ويميت منا من يشاء وإن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا ريان لمحزونون ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا وببالغ الحزن والأسان عزي أسرة الطفل ريان والشعب المغربي الشقيق في وفاة المغفور له نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمنا وأهله وذبيه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته